ومناسبة القرعة أنت ذكرت حاجة جميلة أول موضوع القرعة ده بس عايز أقولك أن الكابتل السيد عبد الحفيزة عايز أهنيه عامل استوديو مبتكر وله طعم وأزعم أن السوديو التحليلي أو ملعب الأهلي ينافس أحسن استوديوهات تحليلية دلوقتي إن كانش بيتحيوزي يسبق لأن شخصية الكابتن سيد وجهده ده عمل قرعة عمل بروبا للقرعة وخلى الناس كل واحد يقوله نفسه الأهلي يلعب مين حلل التلات تواني محتملين من خلال ضيوفه كابتن حمد السيد وكابتن أسامة حسني وكابتن مهر أمام مهر أمام فالتلاتة حللوا قوة للمراكز تاني قال لهم تتعالوا نسحب القرعة وجاب كاس وحط فيه الأسماء وقال لهم الأسماء مش كلها رجب بعد ما عمل القرعة ففكرة تشدك رغم أنها مش أنت عارف أنها مش هتكون مؤثرة في القرعة الحقيقية لكن عايشتك الأجواء وبرضه عايش تشوف تمتطفق مع اللي بيحصل في الأستودي دا ولا لا فأنت عاد تقول إيه حيسحب نادي كذا يومي يقوله مش قلت لك سعب نادي حرية حرية سعب هو حرية ولا حرية 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 مش كده لأن فيه ناس بتنطق حرية هو حرية طيب فأنا بس حبيت أنوه يعني لما يكون في حاجة حلوة بتتعمل خصوص النهاء عندنا بص سيد عم حفيز إضافة قوية بالتأكيد ومميز جدا عمل نكهة وروحه كمان عمل عمل روح بص بيشتغل بروح الأهلوية طبعا طبعا زي ما كان بيدير يعني بيدير بروحه طبعا يعني مؤكد مؤكد أن الكابتل سيد ما كانش حزبته الفلوس وبس وهو بيختار أن يستقر في القناة ورافض أي إغراءات ورافض أي يعني ما بقولك هو خلينا بقى نقول أن اختياره أن يبقى علامي داخل قناة الأهل صحيح هو رهانه كان على النادي الأهل وعلى فكرة ما تراهن على الأهل لا يخزي لك صحيح حتى حتى لو تعدت أحيانا ما بتبتعدش عن قلوب الأهلوية صحيح وبترجع تاني بذلك مكانتك واحترامك موجود صحيح فالإراهن على الأهل يكسب إن شاء الله دائما